أعلن المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار قرر عقد اجتماعه الخامس يوم الاثنين الموافق الخامس من سبتمبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وأوضح رشوان أنه من المقرر أن تشهد الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث السياسية الاقتصادية والمجتمعية واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها ومن المقرر أيضا إعداد الملفات والموضوعات المزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار وتحديد المواعيد المقررة لها